الترتيبات الإعلامية اللي حددها الاتحاد الإفريقي في الساعات الأخيرة بشأن لقاء الزهاب اللي هيتلقى في تونس يوم السبت اللي جاي الساعة 10 بتوقيت القاهرة على ملعب ردس النادي الأهل هيسافر النهاردة بالليل بإذن الله يعني يوصل تونس زي ما ألزمنا محمد توفيق على الساعة 9.5 عشر مساءً بتوقيت تونس ولكن من بكرة في ترتيبات إعلامية الاتحاد الإفريقي خلاص حددها بشكل رسم بكرة إن شاء الله من الساعة 9.5 لعشر مساءً بتوقيت القاهرة هيكون في لقاءات إعلامية ما بين كل وسائل الإعلام مع ثلاث لعيبة من نجوم النادي الأهل والكاف حدد خلاص من الثلاث لعيبة حسين الشحات ومحمد هاني ومروان عطية ثلاث لعيبة من نجوم النادي الأهل هيتكلموا مع وسائل الإعلام بكرة الساعة تسعة ونص مساء بتوقيت القاهرة هيكون لقاءات إعلامية في الملعب الفرعي في استاد راتس طيب يوم الجمع هيكون المؤتمر الصحفي موعيد المؤتمر الصحفي ومين هيحضر المؤتمر الصحفي يوم الجمعة الساعة 2.5 ظهرا بتوقيت القاهرة هو موعد المؤتمر الصحفي للنادي الأهل بحضور مرس الكولر ومحمد الشناوي تاني المؤتمر الصحفي للنادي الأهل هيكون يوم الجمعة الساعة 2.5 بتوقيت القاهرة 2.5 ظهر هيحضروا مرس الكولر ومحمد الشناوي طيب المؤتمر الصحفي للتراجي التونس هيكون الساعة 3 لتلاتة ونص وهيحضره المدير الفني للتراجي البرتغالي ميجيل كاردوزو ومعه اللاعب زكريا العيد ده المؤتمر الصحفي لفريق التراجي التونس هيكون بعد المؤتمر الصحفي لفريق النادي الأهل طيب النادي الأهل تدريبه الأساسي والرئيسي على ملعب رادس استاد حمد العقربي هيكون يوم الجمعة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة هيكون التدريب لمدة ساعة واحدة بس من 10 إلى 11 بتوقيت القاهرة على ملعب المباراة وهيكون مفتوح لوسال إعلام أول ربع ساعة للتقاط الصور وتصوير بعض اللقاطات الخاصة من التدريب بابتالي حسين الشحات وهان ومراون عطية هيتكلمه هناك في تونس يوم الخميس بليل الساعة 9 ونص والشن نوع هيحضر المؤتمر الصحفي مع مرسي الكولر يوم الجمعة الساعة 2